تخرجت أول دفعة في فرعية الإلكترونيكة الصناعية والصيانة الصناعية من مهد تكوين المتخصص بحي كشيدا ولاية باتنع والمتكونة من 26 متكونا استلموا شهادات تقني سامي بعد تكوين دام 30 شهرا وفقا لاحتياجات السوق خاصة في مجال صناعة وتركيب السيارات سعيد حريقا رصد التالي نشرف اليوم باحتضان حفل تخرج أول دفعة لمتربسي المحهد في اختصاصي الصيانة الصناعية والإلكترونيك الصناعية والتي كانت محل انطلاق منذ فبريي 2019 أين تم تحويل المركز إلى محهد وطني متخصص في التكوين المهني وتم تكوين هذه المجموعة بالتنصيق مع المحيط مع الشركاء الاقتصاديين حيث يبلغ تعدادهم 26 متخرج تم تكوين هؤلاء كأول خطوة على مستوى مصنع غلوفيز وبعد ذلك تكفلنا بهم بعد الوضعية التي آل إليها المصنع تم التكفل بهم وإدماجهم في مؤسسات اقتصادية أخرى على غيرار مصنع التكستيل على غيرار ملبنت الأوراس على غيرار مذبح الدواجن باتنا أشكر جميع الأساتفة وأشكر جميع التقم الإداري أشكر المدير وأشكر والدية وعائلتي وصحابي الحمد لله يا رب العالمين وفقنا يا ربي ونتمنى إن شاء الله نواصل مسيرتي في العمل في أي حاجة إن شاء الله وفقنا ربي وفق جميع أصحابي إن شاء الله